السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في مقطع اليوم الخاص بالأسئلة الشائعة بعض الأسئلة في اللغة الإنجليزية بتعملنا التباس وبتتعبنا شوية لو أخذناها على الترجمة الحرفية زي مثلا سؤال اليوم What's the matter? What's the matter؟ سؤال بيسألنا ماذا بك؟ ما لك؟ فيه إيه؟ ممكن أجاوب عليه باستخدام I feel ومعها صفة أو I have ومعها اسم مرض أو وجع معين زي مثلا لو قلت I feel hot I feel cold أنا حاسس إن أنا حران أو بردان I feel tired أنا حاسس إن أنا متعب I feel exhausted I feel disappointed exhausted يعني مرهق زيادة disappointed محبط I feel sad بشعر إن أنا حزين حاسس بالحزن يعني طيب ممكن كمان أجاوب باستخدام I have الإجابة التانية ويكون معها اسم مرض يبقى I feel معها صفة زي tired أو sad أو cold إنما I have معها اسم مرض زي a cold زكام I have flu عندي انفلونزا I have a fever عندي حمى حرارة I have a cough عندي كحة أو I have a headache عندي صداء يبقى عموما لو جاني السؤال بwhat's the matter ممكن أجاوب عليه بI feel ومعها صفة أو I have ومعها اسم أحد الأمراض وفي طبعا أمراض أخرى حنستعرضها بعدين إن شاء الله شكرا لكم على المتابعة وجزاكم الله خير في أمان الله